موسيقى موسيقى كما تعرفوا اليوني مؤسسة عريقة انتصبت في تونس من عام 77 يعني بينتوه في كتوبر هذي ان شاء الله نحتفله ب 45 سنة على التواجد اليوني في تونس وليوني بدأت ب30 عامل في مساحة 500 متر وتوى هي متواجدة بأكثر من 23000 عامل وعاملة وهي يعني نموه تصاعدي من حيث شيفر دفير من حيث عدد العمال موسيقى ماندوفر كاليفية يلون كاليفية عن برشة افاق عن برجيات تحصل عليهم سنة الفارطة وخاصة يعني بعد الحرب الاوكرانية عدد حرفاء قروا الانتصاب في شمال افريقيا وكي نقول شمال افريقيا نقول تونس بسفة خاصة ثم ربما من مغرب ومصر لكن تونس يعني هناك عدد هائل من المشاريع اخر مشروع تحصل علي مشروع هام جدا هو بيمدولفاي تحصل علي الأسبوع الماضي وهو كان لنا نصيب الاسد اختيت معنا مصر شوية وكرينا شوية لكن الجراند بارتي جاءت لتونس وهذا يدل على الحرفاء كلهم عندهم قناعة كونه تونس هي المستقبل هي الأفاق المستقبلية نظرا لزوز عوامل العاملول يعني توفر العامل للكفة وغير الكفة وكذلك يعني نظرا لاليفسيونس اللي عند التونس نحن الحمد لله ورينا ترافير الوقت كونه النفسه اوروبا والنفسه الكل على جميع المستويات اللوجستيك والدنيا كل الحمد لله لأن تونس ممنش بالمستحيل وليان احنا فيه مع تقدمتنا كونه نقدر نكونه خير من الروماني خير من السيربي وخير من الكل الحمد لله نحن نتقل خير من الكل وهذا بالشيفر هدايا يخلينا نحس بالفخر والاعتزاز كونه احنا في خضم الوضع للسائد في تونس خضم الوضع العالمي نحن بمنعنا هذا الكل نتميز ونحن البانشمارك نحن رقم واحد في اليوني خمس وعشرين من معاملات اليوني العالمية متواجدة في تونس هذا ليس مقابل الصدف ثم للسانتر اللي هو السانتر اللي هو سانتر اللي هو متواجد في تونس برا عمية إطار فني ومهندس هذو ما يعطيه لسيتيان بورتوت لأوروب هذو ما توانسة 100% جالسين في تونس لكن يرابورتيه لألماني وهذا يعني من ثقة الألمان في العقل التونسي وفي الكفء التونسي هذا يعني مش نقوله أكثر إلا بش نقول فيها نكونوا نستحقوا مرتبة في بلادنا تونس خير مالهية متواجدين عليها نستحقوا باش نكونوا بين الأمم الأوال علاش ليوني في وسط تونس هي منورة ليوني في العالم الأجمع لكن كنجوف بلادنا نقاها مقزمة قاها يعني في الصفة الأخيرة تذلو يعني تكروا هذه الخيبة تظهرت اليوم هو حبينا جات كوفيد وحرمتنا من تظهر هذه حبينا اليوم نجتمع مرة أخرى بعد غياب منذ سنة 2019 باش نقولوا لبنان وبناتنا برافو وانتبعد أن نقولوا خيري شكرا لكل فرد مليوني اللي خلى رؤسنا مرفوع في ليوني العالمية اللي خلانا في تونس نحص بالفخر والاعتزاز كونه ننتمي إلى هذه الشركة المنافسة شديدة خاصة بعد الحرب كل المنافسين دخلوا لتونس ما غير ما تسميهم وحبوا يعملوا التوسع في تونس وبطبيعة يتواجهوا ليوني ليفتكاء أبنائها من أجل التوسع بأقل تكرفة لكن الحمد لله المناخ الاجتماعي اللي خلقنا في تونس يخليهم منشحوش في الخطة هذه ويخليوا الأبناء ليوني متعلقين بمؤسستهم ويطفع فيها إلى الأفضل المشرق إن شاء الله نحن الآن في التظاهر هذه أعطينا عينة ولفتة للخيان على سنة 2022 وكذلك على سنة 2023 إلى حد الثلاثي الأول ثم باش نعملوا جلسة ونكرموا فيها الأقسام والليسيت اللي هم تميزوا في العطاء اللي تميزوا في يعني في الليزانديكاتور الكل ثم عدد جواز عدد جواز أحسن مصطع مثلا أحسن العام المثالي أو كذلك اللي تميزوا بتفوقهم في عدة مجالات في التحسين المستمر هذه كل جواز سوف تشوفها بعينكم كونجائز قايمة لأنه نحب نظرية الامتياز والتميز عندها مقابل اللي هو التشجيع والتحفيز وحتى إلى جنب الكلمة الطيبة حتى باش تقعد على المنصة وباش تعطيه يعني جواز مالية محترمة فهذا يكون يعني يخلي العاملة والعاملة أو المدير يعني يحس بأحساس يعني صعيب باش نقول لكم عليه يعني يقف قدام خصمية واحد ويقفوا الجائزة رقم واحد يعني هذا شعور متميز بالنسبة لي كما أنا كي نمشي لألمانيا ويميزوا تونس ويعطيوا أني التروفي أحسن معمر في اليوني يعني شعور لا يصف هما كذلك بنفس المنويل على نفس المنويل